السلام عليكم و مرحبا بكم كنتم لتكونوا بخير و لا خير و بصحة جيدة هذه الكيكة لم تكن نشف حالها كيكة الكوبيل بيضة واحدة و قصد الماء بلا حليب و شيشة و لا تأخذها كيشة كنت نشف نهارها مكتبقاش و اكيد انك إلا شفتي هذا الفيديو غتجربيها و غتنجح معك و غنضيرها بهذا الشوكولت كتشوف هذا ماشي كوبيل و لكن يعني اي نوعية بعد الباكية هالي اللي اختيت كوبيل ما بقاش موجود في الاسواق قليل لكي بيعادك النوعية الموهما غادي نجمعها نخلط الماء و السكار و الزيت و الاكساشي للشوكولات هنجمعهم كاملين في الخلاط الكهربائي سهلة يعني خمسة دقائق دغيات و دغيات الطيب لانها يعني غير ببيضة و حضرها يضغيقة طيب و دئنا كأس دي السكار موهما عبرت بدل الكاس هذا عندكم داي قديل العنب العادي العبر العادي ليرو انتم اقولهم بحل بحال نفس الكيسان الكاس يعني معامرش للزيت و الكاس معامرش للسكار ما عمرته مش يعني تلفق يعني ندير معكم دا مقادمة وبوطن ما عمرته تلفق و كاس عمر و لكن السكار و الزيت تخليل شوية لأن الشوكولات رأى ممكن مضقتش و لكن يمكن هو راح لوك سكرة 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 نخلط المكونات نخلط المكونات نضرب المكونات اي خلط عندكم اي خلط عندكم خليط يجير كيكون خفيف ناخد كاس واحد هذا كيس واحد طافي نخلو على الجب ماذا نختمو به نخلط الخليط نخلط الخليط نضيف المكونات باقي البيض نخلط البيض بالنسبة للدقيق نضيف جوش كيسا للدقيق نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات يعني اخاوي يعني نحاولو انا قمت قدو كاستو الول وندقيقها لحسب النوعية كيلي كيشربو كيلي كيشربو كيلي كيشربش الكيسة الكاست باش صوبتو بها يعني مكوينة الولين وباش تخدموه طاول دقيق ما تخلطوش يعني مو ما يكون نفس العبار ونحاول خلي الاخاوات اللي انت تنجحش مع مكيكا قدي بشوية باش يشفو بتفصيل ونخلطوها دقيق مزيين عندي جي خمارة تتخمارها بها 8 قرام كيلي دي 7 قرام مو ما لي 8 قرام والتانية يعني تقريبا 16 قرام أنا من كنصوب كيك نشعل فران فران كنشعلو كيسخد تنضيرو هاكا في 180 دراجة مني تنبغي نسالي سافك نخلط الخال كيكا قد ندخل هاكا ننقص حرارة 165 الخال اللي كمشتورة ها تقيل ماشي تقيل بزاك في مهم كتتحاول انك يجي كمتماسك يجي بحل مهم كتيج كرامل متماسك منك تبغي تكسبي واحد الرقم هاكا تمنيه كتتكسبي ماشي كي تقطع اللي كي تقطع رغم نزل خصو لتقيق اللي كي تقيل بزاك مولده نتوب الزيت ورشيت عليها تقيق ندخل هذا بكلمة لكم مصخد الفران وغير تحت صافي كي نشعلها نتخليها كنديرو 165 وصافي وحتك تطيب لكم مزين شعله لفوق اللي نشعل للطلطة نتخنها مزين فوق البوطة الماء لا تبقى خفيفة تبقى الماء تبقى الماء نضيف شكرا الحليب لأنه لا يوجد شوكلاة لا تزيد شوكلاة الكيكة لا تطيب لأنها خفيفة تقوم بالفوق تقوم بحفظة تفوضل تحتاجك تحمير ولكن لا يكون خفيفة تقوم بحفظة نضيف للسلطة لتضيفة كمالة اضع الصوم اضع الصوم اضع الصوم اضع الصوم أكتبع شوكولات المحكوك دخلوا واحدة تبرد وقطعوها أكتبع كبيرة بأضوء سخونة بجدها تبرد مزيان لكي تقصص مزع تعود شعو تاني تفوتو اللي تعلقا وعن قطعها هتبرد مع هكا قطعتها كطريفات مثل لاتات او نديروها مرباة هانتموك مش تقصص نازلة يعني شربها تخد وحدها كتشرب تقصص كتدخل داخل كتشي فنة فنة غي يجربوها واحتصادية تقدر تديريها دغية دغية كتطيب دغية كتوجد وبنينة ما دا قد يلها لما كتبقاش تطيبو البلعصات هكا اللي جوك تديرها فلخفلة دغية كتطيبوها دغية كتطيبوها وبصحو الراحة يعني مكونات خسوني كونفطار مكونات بساطة ما فيش الحليب وزيت راكين موجود شكلات إلا ما كاش تكباكية تقديري شكلاتة غبرة لكي تديري كاس للشكلات إلا ما كاش تكوبيل او لا تقصد شي كامل ديري كيس تشكلت غبرة رمز زيانة وبصحو الراحة إلا عجبتكم مصفى خليوا لي لايك وشتركوا في القناة وبرتجوا الوصف من أصدقاء اللي ما عارفينش الكيكة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر